سيد هباكو يوشي الحارس الأول للأوتروم نحن نكرمك على خدماتك الكبيرة أؤكد أنني لن أتهاون أبداً في حماية الأوتروم النبلاء الطيبين حتى لو كلفني ذلك حياتي من يعيش من دون شرب ينتهي من دون شرب أيضاً سأنتهي منك بنفسي والآن لن يتمكن أحد من إنقاذ الأوتروم مني بالتأكيد سيدي لقد فهمت لن أخذلك أبداً يا سيدي عفواً أرجو الانتباه من فضلكم أقف هنا اليوم بقلب يملأه الحزن لأودع أحد أهم الرجال الذين عرفتهم أوروكو ساكي الرجل الذي كان وحده مسؤولاً عن إعادة إعمار مدينة نيويورك وإعادتها إلى سابق عهدها قفوا متشابكي الأيدي لتقول لهذا الرجل كم سنفتقده شكراً لك على كلامك وكما قال صديق الطيب العمدة إنه عشاء وداع وهذه هي طريقة لأقول لكم شكراً وإلى اللقاء لقد حالفني الحظ هذا اليوم بعدة أشكال أظن أن فرصة إعادة الأمور إلى نصابها الكامل في منزلي قد حانت الآن علي أن أرحل في أثناء الغيابي ستتولى جميع أعمال ابنة الحبيب الجالسة هناك رعي أنا متأكد تماماً من قدرتها على ذلك كانت البلدة طيبة معي كما أنها وطن الثاني أتمنى أن أعود يوماً ما أرجوكم استمتعوا بالطعام اللذيذ وبهذه الصحبة الطيبة ولنجعل هذه الليلة من الليالي التي لا تنسى أبداً أجب أن أرتب مع ابنتي تفاصيل رحلتي أرجو المعبرة عليك الاهتمام بالضيوف أعرف أنها هنا أريد رؤية بطاقة الهوية هيا يا رجل كن هادئاً سوف تصاب بالزكام قلت أني أريد رؤية بطاقة الهوية في الحال لماذا تحتجز بالونات هنا؟ يجب أن تكون الأطباق هناك أسدي لي خدمة تحقق من البطاقة وضعها بنفسك من فضلك مرحباً حفلة لطيفة آه أجل وكأن المكان لم يكن مزدحماً أساساً إيه دا؟ هل انتهيتماء أم لا؟ إشتراك في القناة كيسي أيبرل راف ومايكي هنا ليوناردو ربما يجب أن نعيد التبكير في هذا فالأمر خاطر بني أعتقد ربما يجب أن أشوك معلمي لقد تحدثنا عن هذا الأمر وهذا لا يغير حقيقة أني أجذبكم إلى موقف خطر جداً وكل هذا بسبب رؤية لم أتمكن من تفسيرها حتى الآن أنا أثق بكل ما قد تراه وفي أي وقت جميعنا كذلك إذا كان الشريدر ينوي على شيء فلابد أن نعرف ما هو ونمنعه هذا ما دربتنا عليه ما زال مركز الشريدر ساخناً الفريق الثلاثة ما وضعكم؟ نحن في موقعنا المدخل من المجال ما زال مفتوحاً أيضاً الفريق الثاني ما هو موقعك؟ دون اسأل لبروفيسور إن كان سلكه كاميرا المراقبة يافي بالغرض أوه أجل يناسبني تماماً الوصلة جاهزة دقيقة فقط ويكون النظام جاهزاً أيها السا دائتها الآن سا لقد بدأ العمل نظمة الأمان في الأسفل وهم لا يعرفون بالأمر هذا مثير للإهتمام فعلاً تحقق من الرجال في الداخل لدي شعور بأنه يخفي عنا أمراً خطيراً جداً النفق ضخم وقد تم إنشاؤه من وقت قريب يبدو أنه يمتد من منزل الشردار إلى النهر على الأقل الشواطئ خالية الأمر واضح بدأ تجسس يصعب علي قول هذا أنا سعيد لأنك معي لثرهاد لنا تحرك يا أصدقاء نحن أسفل منزل شردار وأتعرفون شيء الكبير الذي يخطط له أظن أني عرفته شردار يملك سفينة فضاء شردار يملك سفينة فضاء وأخيراً وجد طريقة لمغادرة هذا الكوكب وهذا ليس أمراً جيداً سينقل شروره إلى عوالم أخرى وسيهاجم أصدقائنا الأوتروم سيعاني الملايين على يديه علينا أن نلغي رحلته ما وضنا يا أصدقاء معك الفريق الفريق نحن الفريق ثلاثة أو أربعة دخلنا هناك مقلوقات غريبة علم الفريق الثاني انتقلوا إلى الجزء الأخير سمعته بروفسير أغلق يا سمسم دكتور شابلين يبلغنا أن أنظمة سفينة الفضاء طبيعية تهانية لك الليلة ستكون أخر ليلة لك على الأرض بعد أن سجنت طوال أقود طويلة في هذه البيئات المتخلفة أخيراً سأعود إلى النجوم عندما يعود أعدائي من الأوتروم لسجني سأكون قد رحلت وعندما يظنون أنني رحلت سيجدونني داخل حناجرهم وماذا عني أنا يا أبي كراي لن يكن وقتي هنا من دون جدوى أبداً لقد صنعت عهداً يتسم بكثير من القلوة كما أني ربيت ابنة قوية لتحكم بدلاً مني إلى حين عودتي ستخدمينني كما اعتدت دائماً بإخلاص تام ومن دون أي أسئلة والآن عودي إلى الضيوف إنه احتفاظ وليس ساعة للصحبة أجل سيدي إشترك في الكنيات هذا غير مقبول لماذا لم تقل لي أن أوروكوساكي يملك سفينة فضاء ولكن لم تسأل السخرية ليست طريقة لبناء علاقة عمل معي يا ستوكمان اهدأ أيها العميل بيتشو لقد اتفقنا أنا سألتزم بالاتفاق طالما أنت ملتزم بما وعدت به يجب أن أذهب الآن إلى اللقاء لا أحب ما يجري أين الحراس على البوابة الأمامية هيا تحقق من الأمر سيدي هناك خلل في النظام شيء لا أعرف ما هو عليك أن تعرف جيداً سيدي يريد عدم ارتكابي أي خطأ خصوصاً الليلة حسنا ما أن نصيتم على غضاء داخلي بشكل كامل يمكنكم أن تبدأوا بالعمل الآن ما المشكلة من أمر بالإغفال لا أعرف على ماذا ينوي ساكي ولا أهتم بهذا الأمر احفر النفق على الفور لا أريد أن أسمع علي ساكي بتحريك سفينته هل تخطط لرحلة ربما لرحلة إلى الفضاء الخارجي ولكنك لن تأخذ الإذن شرورك ستنتهي الآن في هذا المكان شريدر سأتلذذ بتدميرهم سفينة الفضاء هذه مذهلة كيف أمكن له أن يملكها سيدي لقد جهزنا النفق للتفجير انصفه إذن لن أسمع أبداً لهذه السفينة بالابتعاد من هنا ما هذا ماذا يجري ما هذا أنسا ساكي أمتأكد من أن كل شيء على مليون سيدي العمد فلنكرم ضيوفنا ولا تقلق أبداً إنها طريقة والدي في شكركم جميعاً ووداعكم أيضاً هذا جميل هذا جميل هؤلاء الجنود مجانين يا للهول لقد دمروا النفق تدميراً كاملاً سوف أعتصر برئيسي سيد سادي إنه بيتشوب الأمراء هو ورجاله دمروا النفق تماماً لن نتمكن أبداً من نقل سفقة الفضاء إلى النهر بيتشوب هنا ماذا يغير كل شيء أمني أهم القائد هان هيا سيطر على الوضع بكامله يجب أن أنقل السفينة إلى مكان آمن أمسك به هيا تشابلين جهز السفينة فورا يجب أن أنطلق بأسرع وقت لكن سيد ساكي لا نستطيع تحريك السفينة لقد دمروا النفق بشكل كامل لا تفعل أيها الأحمق جهز بنفسك نظام الإطلاق الاحتياطي لكن كل هؤلاء الناس يقفون على أبواب الانطلاق السيدي نفسد الآن شابلين الآن حسنا نفتح أبواب الإطلاق الاحتياطي سأحضرها لك على الفور سيدتي سيدتي يبدو أن ساكي سيستخدم منصة الإطلاق الاحتياطي ماذا لكن كيف أحضر القوات الخاصة أقفل هذا المكان على الفور هنا القوات الخاصة علم سيدي لا شيء يتحرك لا شيء يخرج من هنا هنا القوات الخاصة وقد سيطرنا على الموقع السيدي ربما فكرت في استخدام الباب الخلفي لهذا السبب نحن هنا اشعقوا بهم أو قفوهم مهلا نيوناردو يجب أن لا تفعلوا هذا هو سيغادر عالمنا أخيرا يجب أن تتركه يرحل لكي يسيدر على عوالم أخرى كالأوتروم لقد طردت الأوتروم أبي طوال حياته إنها وحوش لا شفقة لديها لا كراي هذا ليس صحيحا كذب عليك فلا شفقة في قلبه وسأمنعه بأي وسيلة ليوناردو لا لن تتمكن من الصعود على متن سفينة الفضاء هذه شرادر معا سنمنعك ابتعدوا عن سيدي على الفور الآن حسنا حسنا أليس هذا رائعا أيها الرجال دمروهم جميعا إشترك في القناة شرادر لن نسمح لك بالعود إلى الفضاء لتعم الفوضى بسببك في الكون أو لتنتقم لنفسك من الأوتروم في موطنهم ماذا؟ ولكن كيف عرفت هذا الأمر؟ معلمي السيد يوشي كان حارسا لشعب الأوتروم وهو يمنع رحلتك هذه وباسمه لن أسمح لك بالمرور أبدا شرادر 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 سيدي سيدي أنت من الأوترام فضيع أو لا لن تفعل لن تذهب إلى أي مكان شريدير قليل من النيتروجين السائل سيبطئ حركتك نحن نغادل تم تشغيل الأنظمة لقد بدأ العد العكسي الآن سوف يكون الأمر مذهلا جدا بروفسير يجب أن تفتح الأبواب أنا أعمل على ذلك دوناتيلو لا ساكي لن يرحل إلى أي مكان أريد سفينة الفضاء عطل السفينة لا تتركوه يرحل حاضر أطلق النارة في الفتحة فورا أحسنت صنعا بروفسير دون إنه قادم عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة إثنان واحد الانطلاق موسيقى يا أصدقاء لنقفز ونتمسك بها فلنقفز موسيقى إشترك في القناة أكثر من ألف عام وأنا عالق على كرة الوحل هذه لكني أمضيت وقتي بشكل جيد لقد بنيت إمبراطوريتي بهدف واحد الانتقام أمضيت كل هذا الوقت في التخطيط لاجتياح الكون والانتقام أخير من عالم الأوترم الذين أكرههم ومن عوالم أخرى ولكن كان هناك من يرغب في منع من ذلك كالعميل بيتشوف والسلاح في الخبيثة وأستاذهم الجرر لكن الآن اكتملت رحلتي نحو النجوم أنا وشولدر سنغادر الآن أقول فليأتي أعدائي إلى هنا اليوم أعود إلى النجوم ولن يمنعني أحد أبدا لنقفز ونتمسك بها موسيقى اشتركوا في القناة ابدأوا البحث إن لم أحصل على تلك السفينة فلن يحصل عليها Educator اشترك في القناة هذا أفضل هيا فلنبحث عن شريدر ونقدم له احتراماتنا انتظروا يجب أن نفكر في الاحتمالات هذه المركبة تمثل التهديد الحقيقي السماح لشريدر باستخدامها سيضع حياة الملايين في خطر أرسلت رسائل تحذير عاجلة إلى الأوردروم لكني لم أطلق أي إجابة حتى الآن لست متأكدا من وصولها يجب أن لا يعود شريدر إلى النجوم يجب أن نحكم السيطرة على سفينة الفضاء هذه سيد ساكي أولا سوف أخبرك بشيء أظن أنه من المستغرب أن تكون كائنا فضائيا هكذا تبدو الأمور في الخارج وثانيا لابد من أنك تعرف في الواقع من الواضح أن سبلينتر والسلاحف أمنت مكانا لها في الرحلة ماذا؟ السلاحف والجرد على متن سفينتي سأتعامل معهم بنفسي لن أسمح لهم بالتدخل في مخططي على الإطلاق ولكن ما هي خططك الآن سيدي؟ نحن مضطرون للإقلاع المبكر تركنا خلفنا المعدات وبعض النينجا وعددا من أفراد قواتك الخاصة أجل هذا ليس ما خططت له لكن لدي حلفاء في المجرة الخامسة وهم بانتظاري وسيكون من الأسهل لنا أن نطوع عددا من المرتزق الراغبين في اجتياح المجرة سأعمل على بناء جيش جديد قوي ثم سأعود إلى عالم الأوترون حيث سيكون الانتقام لي سيد بيتشوب أنظمة الرسل الفضائي تعقبت سفينة ساكي أطلق النار فورا سيد ساكي لدي خبر آخر هناك قذائف تتجه نحونا ماذا؟ هناك ثمان قذائف على الأقل في مسارات مختلفة لكن لا محاربين وقد شغلنا الآن جهاز الدفاع العبقري الذي صممه الدكتور ستوكمان مستحيل سيد ساكي لقد تعطلت الأجهزة الدفاعية لدينا تعطلت أجهزتهم الدفاعية شكرا لك دكتور ستوكمان أوه أنا لا أجاملك أبدا سيد بيتشوب هذا من دواعي سروري أطلق الصواريخ المتبقية انسفوا السفينة في الفضاء نزيل منها يتجه نحونا سيد ساكي عدد كبير أحاول تجاوز رمز التحكم الخاص بالدكتور ستوكمان حتى نتجاوز هذه المحنة يدويا وأتمكن حينها دكتور شابلين هذا يكفي اهتم بالموضوع أين السلاح؟ إنهم يحاولون الوصول إلى مركز الطاقة سيدي واو لا أحب أن أقول لكن هذا مؤثر ما العمل بروفيسور؟ أريد منك أن تفصلني بأي وصلة كهربائية حتى تمكن من التحكم بالسفينة يمكننا استخدام هذا كجسر للطوارئ مني إلى جسر الطوارئ نحن نحتاج إلى مزيد من الطاقة آسف أربع دقائق إضافية وأتمكن من السيطرة على نقام الدفع في المركبة ليس لدينا أربع دقائق شريدر سيف سيد يوشي سيعرف معنى الانتقام اليوم شريدر لقد أغطعت حين لحقت بي أيها الجرد الصغير الجبان شريدر 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 شريدد ش REMافي أنت بي الشريدر أيها المعلم سبليمتر سيدي كان سيغادر لم أكن مضطرطا لمواجهتكم أنت لطيف جدا ليوناردو لطيف جدا ليو لطيف جدا ليوناردو 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 ماذا؟ أجل لقد تجاوزنا المهنة أخيرا لقد نجحنا ثماني ثوان قبل أن نتولى القيادة آلة طبيعة حان الوقت لننتهي من هذا كله كيف تجمعين؟ لقد هزمتهم يا سيدي تركتهم بعارهم وفشلهم العميل بيتشوب تحركت سفينة الفضاء من موقعها المحدد إلى موقع الانطلاق لكننا الآن نتحكم لها عبر الأقمار الاستماعية وأسلحتنا جاهزة للاستخدام أوه لا 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 كراي هيا ابتعد عني لقد جلبت لي العار بجهل ماذا؟ شابلين ماذا يحدث هناك؟ شابلين دكتور شابلين افتح هذا الباب الآن حسن أن سيستمرق الأمر لحظة سيكون علينا تجاوز إرشادات الطوارئ لقد تسببت القذائف بتعطيل أنظمة الأمان لكن لا تقلق سيدي ما زال ضمن الوقت الذي سنصل فيه إلى موعدك في المجرة الخامسة اشترك في الكناتي هيا كل شيء يؤلمني شريدر يحاول العودة إلى هنا سيقضي علينا حتما كيف حال المعلم؟ يا أولادي أنا أعتذر لا معلمي إنها غلطتنا لن نتمكن من منعه لقد فشلنا وخذلنا الأوتروم سيد يوشي لقد خذلناك أنا خذلتك هل هذه هي النهاية؟ يربح شريدر؟ نحن لسنا قادرين على منعه ما لم هل تعلمون؟ هذه كمية كبيرة من الطاقة في أيدي غير مناسبة سيكون الانفجار كبيرا جدا قد لا ننجو وشريدر لن ينجو أيضا هيا ننهي الأمر لا يا أولادي أنا لا أستطيع أن أطلب منكم لا بأس سيدي نحن نعرف العواقب ولكن إن لم نوقف شريدر الآن فسوف يعاني ملايين الأبرياء في المجرات بسببه يا رفيال لا بأس معلمي نحن جميعا موافقون إذن فلننهي هذا الأمر معا هيا بروفيسير كن على ما يرام كن على ما يرام دوناديلو ماذا؟ بروفيسير نحتاج إلى ضخ المزيد من الطاقة في المركز لكن هذا سيسبب انفجار كبيرا وهائلا فهمت؟ أتشأن الموقف ميؤوس منه لكن فهمت؟ أنا معكم حتى النهاية إذن هيا بنا نبدأ تحويل الطاقة بعد خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد لا لا مورتو انتقضنا إشارتها عنيكة لكننا نشعر بأن تدمير سكينة الشر محنطة لا يمكننا أن نتأخر أكثر من هذا حضروا وسائل الإخلاء على الفور وعملوا على نقل الركاب في الحال سيدي كل شيء جاهز موافق فلتبدأ عملية النقل وابدأوا بتشغيل فقاعة الإنقاذ سيد مورتو ستنهار فقاعة الإنقاذ قريبا لم تصمد طويلا يجب أن نسرع انقل السلاحف وسيد سبلينتر إلى مكان آمن على الفور أرسل البروفيسور هانيكات إلى مختبراتنا الرئيسية وآسل الحثالة الباقية إلى السجن مع مرافقين الموجودين على الجسر كما تريد سيدي بدأت عملية النقل لقد تم تدمير الهدف سيدي نحن نصور الخطام الآن لا نجينا سيدي شريدر انتهى أجمل من أن تكون الحقيقة لأول مرة في حياتي أنا عاجز عن الكلام ستوكمان كنت مفيدا جدا بالنسبة إلينا قد تكون هذه الرحلة بداية علاقة مفيدة لنا أهلا وسهلا بجميع المخلوقات الحاضرة اليوم باسم الملك العادل مفوس أورلس نبدأ هذه المحاكمة هنا نجتمع اليوم لنصدر حكما ضد شيرل على جرائم الحرب التي ارتكبها في المجرة شيرل المعروف أيضا باسم تورانون كاكو ناسو دوقي أكوردس أو أوروكو ساكي ومعروف أيضا بشريدر استعد لمواجهات التهم التالية ليكن معلوما لديك أن دولفت شهد ضدك وبين لنا أنك بإرادتك قمت بشن هجوم على كوكب حيث قمت بالقضاء على أكثر من مليون مخلوق بريد وأنك كما شهد ونرون أوبو وأثبت قد شاركت وساهمت في تأسيس حرب أهلية في إنولفين كما شاركت في نهبي ثرواتهم الطبيعية من دون ترخيص وقضيت على ثلاثة ملايين من مخلوقات الكوكب أخيرا جرائمك ضد عالم وشعب الأوتروم تتضمن محاولات عديدة للسيطرة على حكوماتهم من خلال أعمال عنف غير مشروعة سنجتمع الآن للتشاور في إصدار الحكم شغل باسم الملك العالم الكبير تجدك المحكمة مذنبا جرال بناء على ما تقدم نحكم عليك بالسجن المؤفد والنفي إلى الكوكب الجليدي مورغل طول لستم مؤهلين للحكم علي أنا شريدر أنا لا أهزم أبدا أنا لا لا فلتبقى سجين أفعالك الشنيعة أما بالنسبة إلى رفاق شريدر فستتم إعادته إلى كوكب الأرض حيث سيسلمون إلى القضاء المختص هذا ليس ما أردته ليوناردو هذا ليس ما أردته سوف نظل مدنين لكم مدى الحياة لقد وقع شريدر أخيرا بيد العدالة هل انتهى الأمر حقا؟ لقد انتهى أمره أجل يا أولادي أخيرا سيشعر معلم يوشي بالطمأنينة والراحة شريدر انتهى أمره لا 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 اشترك في القناة تدور الحياة كما يدور دولاب القضر وكما يتعقب الليل والنهار قتالنا مع شريدر يكلفنا حياتنا تقريبا نحن محطمون مسحقون ولكننا أحياء ستشفى إرسادنا ولكنني أتساءل هل سيتحمل أبنائي جراحا أخرى لن تبرأ بسهولة أعلم جيدا أن تهديدا جديدا سيواجهنا وعلينا تحديه وأتمنى أن يتمكن أبنائي من مواجهته قدم قليلا معلم سبلينتر أخيرا الآن ليعطني أحدكم شوكة فلا أحد يدرك كم أشعر بالحكاك في ساقي بل ندرك ذلك مايكي لقد سمعنا هذا منك طوال هذه الرحلة شكرا لك إبريل لم أعد شابا كسابق عهدي والإصابة تستغرق وقتا أطول لتشفى أنا لا أزال شابا كما كنت ولا أشعر بأنني لن أشفى أبدا من السيء أنك لم تكسر فكك ربما سننعم أخيرا بقليل من السلام والهدوء هنا هكذا أفضل ما هذه الرائحة تبدو كرائحة حريق حسنا أرجو منك المهذرة حسنا من يشعر بالجوع أنا وأنا أيضا ليو ليوناردو بني أنا بخير لا تحك ماكي إبريل هل أحضرت حاسوبك المحمول قد نحصل على إشارة لاسلكية هنا هاي إبريل هيمكنك إحضار بعض المجلات الهزلية؟ إبريل إبريل هيمكنك وضع ماكي بالقرب مني؟ لا أستطيع الوصول إليه لا أفايا أبري فأجسادنا تحتاج إلى الراحة لتشفى وهذا يشمل إغفال أفواهكم الحك ممنوع معلم سمنتر؟ ليوناردو أنت تحتاج إلى الراحة أيضا سأرتاح عندنا سأرتاح لاحقا هناك أحد ما في الخارج إشترك في القناة هاي إبريل تحققي هنا يمكنك رؤية أثار الجس الذي كان يغطي الجدار وقرطقته منذ صغري كيسي لقد سمع سبلينتر أحدهم في الخارج في الخارج؟ لا تخافي لا أحد من حولنا لعدة أميان هاكذا إذن لا تمهل كيسي حسنا والآن ماذا تريد؟ أنت غير مرحب بك هنا في آخر مرة فتشته كان منزل جدتي أيضا أتذكر؟ كيسي؟ أنزلني أرضا أيها المعتوه أبريل أقدم إليك ابن عم المقامر الكبير واللصف المحترث واو كنت أظن أن كيسي هو أدفه شخص في عائلتي جونس ماذا تريد يا سيد؟ مطالبك لا تنتهي أبدا أريد ما هو لي فقط أنت تملك هذا المنزل وتملك كل شيء أريد حصتي أريد المال عما تتحدث يا سيد أخبرني لا تدعي الغباوة أنت تعرف عما أتحدث عن الغنيمة الجميع يعرف أن جدي قد سرق ذلك القطار أريد حصة جدي من عملية قطار نفق هوبك ابن عم كيسي يقول أن جد كيسي كان سرق قطار هذا رائع كان ينبغي لنا أن نعرف أن كيسي يتحدر من سلالة حمقا أنت مجنون حتما إذ لم يصدق أحد تلك القصة القديمة ولكن أنا أصدقها لقد ذكر أنه دفن الغنيمة ووضع سبوت عليها علامة X كان العجوز يقول ذلك دائما أنا أحفر هنا منذ سنوات بحثا عن أي إشارة قد تكون هنا سبوت وضع علامة X هذا غير صحيح أخرج من هنا يا سيد أحتاج إلى ذلك المال كيسي وأنت تملكه لقد حصلت على المال سيد افهم لا يوجد مال هنا سيد هل أنت في ورطة؟ أنا لقد وضع سبوت علامة X كيسي أنت تكذب والآن أعطني ذلك المال وإلا ستسوء الأمور بيننا لن أسألك مرة أخرى كيسي والآن أعطني المال حسنا هذا كثير على إعادة توحيد العائلة لقد جلب سيد كارثة اتحادية كبيرة إلى الحزن أو كان علينا أن ندرك أن غباوة كيسي ستسري في العائلة ولكن ماذا يجب أن نفعل؟ هي مهلا وجدتها سنتخفى بجلود حيوانات مسدة ونقترب من سيد ثم نهجب عليه أوه مايكي لو أنني أتمكن من الوصول إليك الآن آه هذا مؤلم يجب أن تأخذ الأمر بجدية من الواضح أن سيد يحتاج إلى المال ونحن نحتاج سأهتم بأمري سيد ليناردو ليناردو هذا ليس جيدا لم أراك منذ وقت طويل يبدو أنكم تقيمون حفلا هنا سبادز ماذا تفعل هنا؟ قلت لك أنني سأحضر لك المال سيد سيد لم أضل لذاك الشخص المغفل نحن الآن التنانين الأرجوانية التنانين الأرجوانيون؟ ومن أنتم جماعة نورث هامتون؟ انظري أيبريل إنهم يرتدون سترة مبارزة كفا أصند كايسي للتنانين جدول أعمال جديد سوف نذهب إلى كل مكان ونأمر بإعادة كل وضعي العلامات وهذا يعني أنك من بينهم أيضا سيد التنانين الأرجوانيون أنا لا أحب هؤلاء التنانين قلت لك أنني سأحضر لك المال سبادز وسأفعل الليلة أعلم أنك ستحضره سيد ولكننا أتينا فقط للتأكد من أن بحثك عن الكنز يسير بهدوء أيها الرجال ساعدوا سيد مما تفعلاني هذا؟ ماذا؟ لابد أني اخترت الوقت غير المناسب لكسر ساقي تحدث عن نفسك مايكي فأنا أستطيع تغلب على سبعة تنانين أرجوانية إن إصاباتنا ليست لصالحنا أبدا كفا كلاما هيا نتغلب عليهم ليو أنت تسرق دور رفيال هاي لا أمانع فأنا أحب كلام ليو القاسي يجب أن تأتي أكراي لتزيد من جراحي هاه ماذا؟ اهدى قليلا ليوت دع رفيال لي فهو بحاجة إلى مكان للاختباء أليس كذلك رافي لقد وجدت لك المكان المناسب إلى مكان للاختباء لا تفكر في ذلك إذ يستحيل أنه لهذا القتال لا تقلق رفيال سنعود لأجلك ربما مالكي ستتمنى لو أنني لم أشفق او 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 اشترك في القناة ما الذي أسمعه؟ مؤكد أنه بوق سيارتي ألعبت بسيارة الحرص ممنوع ماكس تحقف أنت والآخرون ممن هم في الخارج واهتموا بهم جيدا حسنا فتشوا المكان فالأطياف لا تطلق ذلك البوق هيا اشتركوا في القناة هل يترفض الأول لإستبدال الأماكن مع رفيان؟ هيا تعال إلى مايكي هيا أجل ساقاني مكسورتان تعيقاني تحركي ولا أزال كما أنا مع كيس بطاطا بطاطا قضي عليك انتهت اللعبة هيا أشتركوا في القناة 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 هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يا رجال أخبروني مبهجي هنا أيها رجال لا وقت للمزاح معي ماكس هل أنت هنا؟ ماكس ولكن أينان؟ دربة موفقة ليو هيا هيا ما الذي يؤخرهم حتى الآن؟ سيد يجب أن لا تكون الأمور هكذا فلنتناقش النقاش لن يعثر على ذلك المال ونقاش لن يبعد سباتس عني الأمر يتعلق بك أليس كذلك؟ لم يتغير شيء لقد عانيت ما يكفي من المشاكل بسببكما كلمة واحدة إضافية وسوف استسلم في الحال ماكس ما هذا؟ ها قد بدأنا الآن يا أصدقاء سام جاء أيوجد أحد؟ مرحبا يا صديقي كان يجب أن تبقى بعيداً سألقيك درساً لن تنسه طوال حياتك مرحبا ستتمنى نأيتها الفتاة الصغيرة لو أنك لم تفعل ذلك هذا مضحك فعلاً كنت سأقول لك كلام نفسه ما أنت؟ انت بي الأيفل اه أه أنا قادم كيسي يجب أن أحصل على المال أنا متأسف والآن ما رأيك بهذا الدرس إشترك في القناة ماذا أن أقبض عليك تراجع كيسي كيف تقول هذا؟ أنت تعلم جيدا كيف كنا نتقاتل عندما كنا صغارا فهل أصبحت أكثر غباوة؟ حسنا أنت مسعى إلى ذلك هذا إذن أيها الحبيب يبدو أن ذلك التدريب كلها قد ذهب سودان إذن لم تنتهي المعركة بعد لا تحمل أي أفكار خلاقة أنت لا تعرف مع من تعبث التنانين الأرجوانية سوف مهما كان يدين لي فعلى سيد تسديد الدين الآن وإلا ماذا؟ حسنا حسنا أرجوك لا تطلق النار سأجد طريقة لحماية العلامة ومعادلتها مع التنانين الأرجوانية أنت لا تدين لي بشيء أرجوك لا تطلق النار على سيارتي اتفقنا؟ تحرير جيد لرديء الملابس حسنا إن الأمر يستحق طالما أستطيع معقبة رفيال على إخفاقه في العمل أه أو طبعا ليس faded في كل الأعمل يا مايكي لماذا تفعل هذا كيسي؟ لماذا تمد لي يد العون لإهزم سباتس رغم كل ما فعلته؟ سيد أنت رجل منهزم ولكنك لا تزال من العائلة الجميع يستحق بداية جديدة حتى أنت سيد ولكن لا تدع الفرصة صحيح كايسي؟ كايسي؟ وضع سبوت علامة إكس وضع سبوت علامة إكس هذا غير ممكن ولكن ربما يكون الأمر كذلك سبوت ألا تتذكره يا سيد؟ سبوت الكلب الذي أحضره جدي لقد أحبه الكلب مرض سبوت مرضا شديدا في صيف إحدى السنوات ومات أتذكر وجود صخرة كبيرة وضعت في أساسات الحظيرة وكان جدي قد استخدمها لوضع علامة على قبر سبوت إذن ماذا ننتظر؟ اسحب ذلك الحجر بسرعة لقد عثرنا على المال وأخيرا أصبح لي أنت منحتني فرصة ثانية كايسي سوف لن أفرط بها تعال كايسي سوف نتقاسم هذا المال ماذا؟ ما هذه؟ إنها إصالات من الأعمال الخيرية لم توافق جدة جونز على سريقة جدي للقطار في الماضي يبدو أنها تعمدت ذلك أنا أحفر الثقوب منذ سنوات لأكتشف أن جدتي قد تبرعت به للمؤسسات الخيرية لقد تبرعت بكل المال حسنا أظن أن هذا يجعلها المحسنة الوحيدة في عائلتك يضحكون كم هذا لطيف لا أستطيع الحراك وهم يضحكون سوف نشفى ثم ننزع الغطاء عن كايسي بوجود ابن عم منهزم ولكن أنت أولا يا مايكي أهو اشترك في الكناتي من كان يتوقع أن عودتي مع إخوتي إلى الطبيعة ستتحول إلى سباق مع القتاة؟ لا شيء أجمل من كائنات فضائية قادرة ولزجة ومن صوت عملاق خارجي غريب ومن مخلوقات صفية كونية لها مواقف عدوانية أو تقاتل قتالا بين المجرات وهنا ظننت أن رحلتنا ستكون مبلة كم أنا سخيف انظروا فقط إلى هذا المكان من الواضح أنهم لن يتمكنوا من بناء مثل هذه المناشر بعد الآن ربما لأن نهاية القرن لم تحت بعد دوناتيلو فلنضع أدواتنا ونذهب للاستكشاف هل ستأتي معنا ليو؟ ايه دعه مدام لا يريد أن يلعب فهو لن يلعب رائع سوف أصابقكم حتى على البكان هاي ستكون أولى المنطلقين بما أن صقيك مكسورتان شكرا ولكن لي لا أحتج إلى ذلك إلى اللقاء يا لها من ليلة جميلة بالتأكيد أيبريل ولكن أيها المعلم سبلينتر ألم يحن الوقت الآن لتأويها إلى الفراش لا أنا أوه بلى لم أدرك أن الوقت متأخر وبأنني قد تجوزت موعد نومي ليلة سعيدة ليلة سعيدة ها 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 لقد فزت هاي عنت ولكن كيفا يبدو أن شريكنا الصامت قد قرر مشاركتنا انظروا إنه نيزك شيء مرعب أوه لقد عاد هذا يدل على أنه ليس نيزكا بل آلة يقودها طيار بارع جدا من يأبع كوني أرقود أدوكيتر إشترك في القناة لا أزل حيا لم أستوعب ما كان هذا حسنا يا أصدقائي أظن أننا سوف نكتشف الأمر الآن سوف أقتلكم الآن مكانك أيها المشعر هاي يا أصدقاء ربما تكونوا مسالمة قد تكونوا على حق سأحاول فعل شيء ما غادو غرادا نقدان منا سأحاول فعل شيء ما ليو توقف انتهى الامر يا صديقي اهدأ اهدأ واو انها فتاة لا تبدو انها من مكان مجاور جلدها الازرق اعطاك الدليل الاول اجل ولكن من اين اتت ايها الاصدقاء تقدم ايها المعلم سبلينتر يبدو انك الحكيم بين هؤلاء كلهم احتاج الى نصيحتك ماذا تفعل اذا تحركت مشاعرك حيال احداهن واردت ان تحدثها عن مسألة هامة ولكنك لا تعرف كيف تفعل ذلك اخبرني ارجو لست خبيرا في مثل هذه المسائل ولكنني اظن انه يجب ان تحزم امرك وتثق بعواطفك اه معلم سبلينتر هذا انا الذي نتحدث عنه هنا اجل الان فهمت ربما يستحسن ان تقدم طعام الافطار في السرير مع الازهار اجل مع الكثير من الازهار فهمت رائع شكرا لك يا معلم سبلينتر الكثير من الازهار اه 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 ا لم نقصد أذيتك أبدا لما أرسلت مرايا أتباعها للقيام بهذا العمل القذر لما لا توجيوني في مبارسة عادلة تكلموا ولكن هل أنت مترجمة عالمية عندما هاجمناك ظننا أنك تريدين أذيتنا أردت ذلك لقد ظننت أنكم أعدائي في الواقع نحن مسالمون ذراعك مصابة يمكنني الاعتناء بها خرجت ذراعي من مكانها فكيف يمكنك المساعدة هكذا أفضل أخبريني من أنت حسنا أنا أدعى الجانة لقد نصبني شعبي لكي أهزم حاكمة العالم الحالي مرايا في مبارزة سياسية عادلة وأحل مكانها في الحكم تبدو مشابهة للطريقة التي نتبعها هنا ليس تماما نحن وطبعا لا أقصد الحاضرين هنا بل سكان هذا البلد ننتخب رئيسا جديدا ويتخلى الرئيس السابق عن منصبه إنها عملية سلمية في معظم الأحيان تبدو لي عملية عادلة ولو أنها مملة ولكن مرايا ليست حاكمة عادلة فهي التي أسقطت سفينة الفضائية قبل أن أصل إلى ساحة المعركة إذن ماذا ستفعلين الآن؟ سوف يتقرر الأمر هنا على إحدان أن تتصر في المعركة أما الآن فيجب أن أستعد للمعركة جيدا جانا نحن نريد مساعدتك لا دوناتيلو ولكن بناء لأقوالك كيف ستتأكدين من أن مرايا ستقاتل بشرف؟ إنها فرصة ويجب أن أستغلها إنها تقترب ألا يمكنك إبلاغ شعبك بأنها حاولت أن تكمن لك فيسحب ترشيحها أو مشابة؟ لا هذه طريقتنا إن سمعتي على المحك سوف أوجهها وحدي هيا دوني لقد سمعت السيدة سيدة غريبة ستفعل ما تفعله أي سيدة غريبة أخيرا وجدتك جانا اشتقت إليك كانت غلطة ولن أكررها ثانية وجهيني في معركة شريفة مرايا أيتها المسكينة جانا إمرأة مثل كي لا تفهم مبدأ سياستي أبدا سترعينا الآن إشترك في القناة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يواجهون واحدة خطتك الشريرة لن تنقذك مني مرايا حركة جميلة جدا لقد عان شعبي كثيرا ظلمك ولكنني أتيت إلى هنا لكي لنجعل الأعداد متساوية سيكون مدينة جزريك هم مدينة جيدة ام حركةها هم تفهم كثيرا مدينة جزريك هم خطتك هل أنت بخير؟ أجل دونتلو سايدلو منك بورايا أيها الغريب جانا حيواناتك الجديدة مسلية سأعطيك هذه الجولة ولكنها الأخيرة حسنا جونز حان وقت الاستعراض الآن من هناك؟ هيا أدخل صباح الخير أتمنى أن يعجبك الطعام هل قد فجأتني كيسي؟ تبدو تبدو لذيذة الأزهار جميلة يسعدني إن كنت تفضيلين الفطائر المحلات هشة الأطراف إنها لذيذة لما أنت لطيف لا تقول إنك أبعدت شاحلتي مرة أخرى لا لا شيء من هذا هناك شيء ما أود قوله لك الآن حسنا هيا قل إذا عندما كنت تقودين دراجة نارية وكانت تسير ضمن توقيت رائع لم ترغب في العبث بها لأنها رائعة جدا بل تابعت العمل عليها لأنك ربما ظننت أنها لم تصبح دراجة أكثر روعة إذا لم تحاولي وتصري على جعلها أفضل هل فهمتني؟ ليس تماما آه هذا مؤسف أيبريل أنا أنا معجب بك كثيرا أنت وأنا نشكل ثنائيا رائعا وكنت أخشى قول ذلك لك لأنني دائما أفسد الأمور ولكن رأيت أنه يجب إبلاغك بذلك لأنني إذا لم أفعل إذا لم أفعل فأنا لا بأس عليك كايسي فأنا معجبة بك أيضا فكرة الأزهار كانت رائعة فعلا سوف أعلم هذا الجبان دروسا في الحركات الهوائية أفضل حاول كان وقت الوداع جانا انتبهي إنه قطع هذا التعبان اللزل أو أو لقد ضعفنا التشويق فقط الماء يؤذيها علينا أن ندخلها إلى تلك البحيرة بطريق الماء إهدئي هذا أعرف أنك قوي ألا نستطيع المفاوضة الحسن حظي أنه من النوع الصامت اشتركوا في القناة 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 ها وانتصرت لا لقد أقسمت على أن أهزمك مورايا ومن أجل شعبنا المسكين سأفعل ذلك فلنبدأ المعركة هذه هي الطريقة التي يجب اعتمادها مواجهة فردية لقد أساءت عائلتك استخدام قواها منذ وقت طويل جدا مرايا وأنت لا تترثين لأمر شعبك قلت شعبي هؤلاء الرعاع ربما شعر أسلافي بعاطفات انتجاههم أما أنا فلا أرهق نفسي بذلك كفي عن الحراق حركة جميلة يجب أن أتذكرها دائما ولكن أخبرني ما الذي يصيبك الآن استسلمي أياتها القروية لن استسلم وأنا أتنفس أحسن جزاعة يا جانا إنها نهاية حكمك أيتها المستبدة لقد أخطأت ترى هلا لا لم تمت ولكنها خسرت الانتخابات تعالي أية الحاكم المتخبة جهنا فلقد أرسلنا شعبك من أجلك حان وقت العودة والآن وداعني أصدقائي وشكرا لكم هاي لقد رحلت هذه عرفان لك بالجميل هيا وصلت حافلتنا كيسي إبريل لن تصدقا ما جرى هنا في هذه الغابة ليلة أمس أليس كذلك هيا تعالى دوني أدوكييزر إشتارك فيل كاناتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولكنه يتحرك العالم إنه ترطل ترشيه في الوقت مجرد يتحرك الناس وليس كم يتحرك الناس تحرك الناس وليس كم يتحرك الناس اشترك الناس تحرك الناس تحرك الناس اشتركوا في القناة 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 next time اشتركوا في القناة